كل مسلم يتمنى زيارة الكعبة الشريفة سواء كان حاجاً أو معتمراً لذلك وجب على كل مسلم معرفة الأمور المحرم فعلها أثناء الإحرام لأداء الحج أو العمر بصورة سليمة وهذه المحظورات تسعة المحظور الأول التطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه لذلك احذر أخي المسلم وأخت المسلمة من استخدام الصابون والمرطبات لأن معظمها بها معطرات لكن لا تقلق فهناك منتجات كيو في والتي لا تحتوي على أي نوع من الطيب لذلك يجوز استخدامها ومنها أنواع كثيرة مثل بديل الصابون، غسول، كريم ترطيب، كريم نهار للوجه المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها بلا عذر فإن انكسر الظفر فأزاله أو زال مع الجلد فلا فدية عليه المحظور الثالث تغطية الرأس نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك سواء كان ذلك الغطاء غترة، عمامة، قبعة أو طاقية المحظور الرابع لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب المحظور الخامس قتل صيد البر واصطياده فالمحرم لا يصطاد صيداً برياً ولا يعين على صيده ولا يذبحه لا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ولا يحرم عليه قتل حيوان فيه أذن للناس المحظور السادس عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه أو لغيره من ولاية أو وكالة المحظور السابع الجماع المحظور الثامن حلق الشعر فيحرم إزالته من جميع أجزاء البدن بلا عذر سواء بالحلق أو النتف أو الخلع التاسع من محظورات الإحرام المباشرة والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة لأنه من مقدمات الجماع هذا الفيديو برعاية إيغو كيو في ترجمة نانسي قنقر